إذن مشاهدين عبدنا رجعنا لكم في هذا الجزء الثالث والأخير من برنامج 100 دقيقة فقرة ستريت التي تجوب في كل مرة شوارع ومدن الجزائر هذه المرة في من ولاية المدية العلمية مدينة التطري التقينا بشاب جزائري واسمه بن عيسى قرمزلي وهو صاحب مكتبة خادم العلم والمعرفة الكثير منكم ربما أخذ الكثير من الكتب وربما حمل كثير من الكتب عبر صفحة الفيسبوك أو عبر الانترنت في موقع أو صفحة خادم العلم والمعرفة اليوم رأى معنا عيسى بن عيسى قرمزلي صباح الخير أحنور مرحبا فالله دخمتا شاب جزائري اجمعت عدد كبير من الكتب حكي لي أولا كيفاش بدأت لهواية تاعك هل هي هواية هل هي علم هل درسته كيفاش بدأت قصتك مع الكتب أولا السلام عليكم صباح النور نشكر قناة البلاد على هذه الاستضافة مرحبا هي أول ظهور لي على التلفزيون نعم على التلفزيون الاسم بن عيسى قرمزلي متخرج سنة السبع 2007 إعلام آلي يعني تخصص ساعدني كثير في المجل هذا رجل المجل الرقمنا وعندي تخصص آخر وتخصص حميات الممتلك الثقافية والآن ندرس إدارة أعمال في الحقيقة المكتبة الإلكترونية كان لها بعد تاريخي يعني سبب الإنشاء هذه المكتبة وأنه كانت تمر يعني المجتمع الجزائري ككل وخاصة المجتمع المدية بفترة يعني عاصيبة بفترة الاقتصادية عاصيبة كان كثير من الناس صاروا انتصروا بمدرسة بسبب قلة الكتب والمادة العلمية إذلك في ذاك الوقت تقريبا كنت في مرحلة الثانوية كنت أدرس بدون كتب مدرسية كان الأمر يحتاج شراء كتب مدرسية في ذاك الوقت رأيت كثير من الناس يعني لم يزاولوا نشاطهم أو لم يزاولوا الدراسة بسبب المشكلة الاقتصادي خاصة أننا نحن العشرية السوداء كانت عشرية السوداء في أن ذاك لذلك فكرت في مشروع كيف يكون لا أدري لكن لما تكلم الآن في أي حقبة في ألفينات في بيطلع ألفينات في تسعينات مرحلة تسعينات نعم مرحلة تسعينات يعني كيفاش نلقع حلول للكتب المدرسية الولاقية تعويض الكتاب الولاقية تعويض الكتاب المدرس وكذلك إتاحت المادة العلمية لجميع الناس لما تخرجت سنة ألفين وسبعة جاتني لفكرة المكتبة الإلكترونية بدأت بجمع المادة العلمية وكنت أذهب بمال خاص إلى الجامعات وإلى المعاهد وأشتري الكتب وكنت أعمل معرض كتب وكنت كنت لا يعني لا أتقاضى أجرانا إنما بمقابل الكتب كنت يعني أتقابلها كتب كتب ورقية بعدها عملت مقاعدة بيانات صغيرة بدأت تقريبا عشت ألف بحث وبقيت أن ننشر الكتب هذه الكتب هذه البحوث وكنت أضع إسمي ولقبي وكل معلمة شخصية الاتصال بي بعدها ما كنت أتصور يعني هذه المكتبة يصر لها قابل في الأرض يعني تشتهر بين الناس وعرفت بمكتبة خادمة المعرفة يعني درت هذا الاسم خادمة المعرفة وهي مكتبة مجانية متاحة للجميع بعد مرحلة ما أصبحت المكتبة خارج الوطن يعني هذه إلكترونية هذه إلكترونية واش من عام بدأت ولاتة إلكترونية المكتبة تعالك نشوفوا المكتبة عدنا بعض الكتب اللي شاركتها يعني ومبعد نعود أن نولوا الشهادات لنشوفوا المكتبة هاي ليك مثلا هنا المكتبة الإلكترونية فيها كل التخصص واش من العام بدأت بدأت سنة 2009 2000 كانت مجموعة يعني مجموعة تقريبا عشرة ألف عشرة ألف يعني بحث الآن أصبحت المكتبة أربعين مليون كتاب أربعين مليون كتاب أربعين مليون كتاب في كل التخصصات وكان المكتبة يعني خاصة بالمخطوطات تقريبا كل مخطوطات العالم اللي فيها مية تيرة مخطوطات مليون ومئتين ألف مخطوطة يعني عبر العالم وإنما نتكلم مخطوطات واش نقصد بها بالضبط؟ المخطوطات يعني المخطوطات الكتب القديمة التي كتبت بخط اليد سماء مخطوط يعني البحوط القديمة الكتب أحبش يفهم المشاهد فقط أنا أحبش يشرح كتبات وخفاهم المشاهد أنه هذا الشاب الجزائري واش قدري يجمع عندك كتب PDF طبعا الصيغة تحهم تقريبا كلها PDF كلها PDF مصورة عندك 40 مليون كتاب PDF نعم موجود في المكتبة تاعة لكل اللغة الرقمية وعندك مئة تيرة يعني 100 تيرة فقط غير مخطوطة غير مخطوطة يعني الكتب القديمة المكتوبة باليد والمصورة تم تصويرها نعم هذه مخطوطات مخطوطات ثم فيها كذلك البحوت نعم العلمية نعم اللي منشورة في مختلف الجميعات الجزائرية نعم أول هدف المكتبة أسمح لي الأخيات أول هدف المكتبة أخذت أبعاد أخرى أبعاد الاقتصادية والأبعاد حتى السياسية كانت لها بعد أمني مثلاً المكتبة التعيير كانت تشارك وعلى إسهام كبير في المجال الأمني مثلاً إذا شفنا طالبات تسكن في ولاية من الولايات تسافر لأجل الرسالة مثلاً هنا في الجزائر أو لمكتبة الحامة أنا نحاول نوفر هذا الكتاب إلكترونياً يعني تكون في دارها مرتاحة يعني معندها معندها تختصر الوقت نعم تختصر الوقت وتختصر المال وإذا كان إذا كانت تسافر أب أو أخ الأب هذا إذا كان يعمل في شركة ما رح يعطل مهم أخرى لذلك طبعاً هدف الفوائد تعقى أي مكتبات المكتبات نعم أنا بنسبة للمكتبات خادم العلم والمعرفة مصادر الكتب بتاعك من نجيبهم يعني باش قدرت تجمع 40 مليون كتاب من يجبت 40 مليون 40 مليون كتاب هو عام من 12 سنة 12 سنة معندها تحميل وتصنيف وعلى حسب كل تخصص يعني نضع مقال وأضع مذكرة وكل تخصص ونحاول المادة تعاون الأرشيف المادة تعاون نصنفها حسب التخصص إذن كانت ثلاث أمور منها الاقتناء يعني الشراء عندي بطاقة الشراء المستركار كثير من القواعد بنيات نشيها بدرهم الخاص يعني بأموال الخاصة التحميل قضية التحميل كثير من الناس ما يعرفوش يستعملوا للأنترنت ما يعرفوش مثلا محركة البحث بجوجل كثير من المواقع لا يستطيع يعني لا يستطيع الكشف عن كثير من قواعد بنياته للمكتبات وخاصة بعض المكتبات لابد يكون عندك درس إي بي يعني عندك الإي بي يكون داخل الوطن تقدير تصفح هذه المكتبة أنا نحاول دائما المصطلية المصطلية عندي في الجهاز تعي أي مكتبة ندخل بروكسي نبدل بروكسي بأن نقدر ونحمل كامل المكتبة وتصبح متاحة للجميع بس بل لغات اللي موجودة في المكتبة تاعك 176 لغة كل لغة حتى آخر إصدار حتى 2020 آخر إصدار بالنسبة للإصدارات حتى 2020 وفي مجالة الطب وفي مجالة الصيد وفي مجالة وحدك تقدر تدير كل هاتشي ومعك فريق عمل لا أنا كنت من وقتي الحجم الساعي 19 ساعة على 24 ساعة على كرسي وكي والكتب نعم بالنسبة لكذلك الإتاحة على الكتب هذه المكتبة العلمية الموجودة الكبيرة هذه مصنفة لا يتبحرش فيها الإنسان لا يدخل يبحث على كتاب لا أنا عندي في الحق الآن المشكلة الإشكالة تعانك عندي صفحتها خادم علم ماريفان تقريبا 13 مليون متابع هذه المكتبة صرح لي مشكلة مع درناش الحلبي يعني يرفعو بي إبلاغ للشركة فيسبوك تم غلق الصفحة بهذا ومن هذا المنبر يعني أطلب هذه درناش كانت عندي في المكتبة وأصلا أنا شاركتها من روابط أخرى يعني خارجية وأنا دائما أضع أي كتاب أو لا أي كتاب يعني نسحبه من ناش نسحبه عادي جدا لكن لو كان فيها يعني ويب سايت يعني موقع خاص وكون سيرفر وأنا يعني لازم يكون عندي الآن الآن أنا في مفترق طرق مانجرش بك لأنه المكتبة الآن تحتاج إلى دعم تحتاج إلى أمل وهنا نحن نسألك أنا مكتبة مثل هذه يعني أو أنت مهندس إعلام آلي يعني يعني علش مفتحش أرضية من بلاتفارم سيغان تغني تنسيت واب يعني موقع إلكتروني تحمل فيها كل هذه الكتب ونستطر من موقع خاص من المستحيل ترفع مثلا 150 تيرة من المستحيل أنك ترفعها يجب أن يكون كون سيرفر سيرفر أنا حقا عندي سيت عندي رابط سيت دومان حبيت هنا سيرفر سيرفر يكون عندك تقدير تحط فيه وش تحب ما عنده وش تحب ما عندك عندك 100 تيرة تحط فيه في نفس اللحظة واسمح لي كان مشروع هو إن شاء الله مع أخ ليبي ويدرس في الأردن الأستاذ عبدالبهب بالعجول معتز أنا نوجه له كل التحية لأنه الآن سأضع مشروع ما بينه ما بينه إن شاء الله تكون هذه المكتبة متاحة لأنه هو لبس يعني لبس بها مدية يعني أمور مدية كبيرة نعم لبس ما يحتاج باش نقدرون نديره مثلا إن بلاتفورم كما هذي إن بلاتفورم لازم سيرفر السيرفر لا أدري يعني ش حال تكلفة بريون دائر بحوت نعم تكلفة ممكن لأن السيرفر كعلي من 5 مليون حتى المليار سيرفر أعلم نعم مع تجهيزات معاقدة معاقدة كل شي المشروع تعك ما يكلف ممكن تلحق حتى 8 مليون لأن هذا مشروع إنساني هذا ما هو مشروع ما فكرت تعمله بلانسيج هو ما عنده صيغة قانونية تعه خاصة المكتبة الإلكترونية ما عنده صيغة قانونية لأنا أنا ننشر مجاني لولو كان مثلا دي الاشترا كل نبيع تقول لي شيء آخر مع أنت القانون هنا يضبط لك بالمداخل نعم يضبط لأنه مثلا كما موقع المنظومة أو موقع المنهل أو مواقع هذه إلا الاشتراك لكن وما عنده صيغة القانونية تحى أنا مثلا لو ما لا بليش أنا مثلا للسيريست أو للأسنديل جامعة بيزارة العلم والبحث العلمي أو القطاعات الأخرى ممكن يكون تفاهم تبنده على المشروع ونت توقف عليه مثلا يكون موقع داخل الوطن فقط مع أنتها خارج الوطن لا يمكن أخر خارج الوطن يجب أن يكون داخل الوطن وإلا يمكن موقع كبير أو أرضية كبيرة أو يكون الإشهارات مدافع متصفحين كثيرا يمكن المداخل من خلال الإشهارات المحتوى مجاني والإشهار هو اللي تأخذ عليها ربما نسبة تغطية التكاليف نعم بالنسبة تكلمنا على عدة نقاط المصدر 176 لغة تكلمنا أنه فيها 40 مليون كتاب عندك أكثر 120 ألف أقوط لمخطوطة كلها جبتهم من الخارج تقريبا من مواقع جنبية مواقع في الخارج وتحميل وشيراء وانت عندك تحميل وشيراء وزيد هل أنت تصور يعني هل أنت تقوم بتصوير لا أنا أنا من صور في الكتب في الحقيقة أنا الكتب الجديدة مرات نشيها بمين الخاص ومرات كي الناس متعاولين صيغة PDF نعم صيغة PDF هي معروفة يعني في العالم معنا�hood وكثير من الملتقيات ونكون فيها ضيف شرف ونحضر هذه الملتقيات ووضعوا لها أيام دراسية كذلك مثلا في تونس ووضعوا لها أيام دراسية وهذه المكتبة وقيمة كثير من البحيث على هذه المكتبة معنا載 على محتوى هذه المكتبة ويعرفوا كثير من أعادل الخاص والعام يعرفها خاصة بعد التدرج مع شركة جوجل ما فكر توقع تعمل شي مع جوجل مثلا إشكالتها جوجل عندها مشكلة القانوني في حق الملكية الكثير من الكتلة لا حق الملكية عندي شراع شريها بالضلم مثلا ما عنديش حقها باننشرها وله عندك شراع حق القراءة القراءة حق الافتناء لا لكن حق النش لا لازم تشري حقها هذا ملجية وملجية أخرى فقط ننبه أن هذه المكتبة تحوي الجميع التخصصات وكذلك جميع الثقافات وكان جانب منها غير مسموح للنشر كان جانب منها غير مسموح منها الاحتبارات دينية واحتبارات لها عند هذه الاحتبارات الدينية وثانيك تحوي كل ما هو تراثي في الجزائر مثلا عندي المكتبة الإباضية أكبر مكتبة إباضية أكبر مكتبة أمازيغية أكبر مكتبة مثلا في لغة تيمهاك أكبر مكتبة في التشلحيت لأنه مكون ثقافي اجتماعي لابد الاهتمام به خاصة أنه كان التخصص تعينها حفظ الممتلكات الثقافية وساعدني كثير هذا التخصص في حماية هذا التراث اللامادي نعم تراث لامادي إذن يعطيك الصحة بن عيسى قرمزلي أنت صاحب مكتبة خادم العلم المعرفة الإلكترونية أنا من هنا أوجه نداء للسلطات المعنية لوزارة الثقافة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة التربية الوطنية كذلك أو الجهات المختصة الأولى لماذا الوزارة الأولى كذلك أن تهتم بهذا المحتوى العلمي الفكري أن تنشئ له ربما كما قلت أنت أرضية وطنية خاصة للجامعات والبحث العلمي تزاهم بشكل كبير في إثراء البحوث العلمية المقامة في مختلف الجامعات يكون ناكسي لكل الطالبات الجزائريين وكل الباحثين من خلاله يقدر يكون حسابات لكل الطالبات الجزائريين سواء الاشتراكات ولا يكون مجاني بمجرد أنك طالبي يقدر يكون عندك أكسي لها المكتبة طبعا هي تخدم العلم والمعرفة والبحث العلمي وبالتالي هذا حتى وما دفعت فلوس لكن مع الوقت رح يرجع للجزائر بخير لما تكون عندك الناس تقرأ وتتعلم هذه أكبر فائدة يمكن أن نشتريها بالمال هذا هو من تأسيس المكتبة وهذا هو الهدف تعي هو إنسان يقدم خدمة للبحث العلمي إن شاء الله عز وجل وربي إن شاء الله يتكون في ميزان حسن شكرا لك بن عيسى قرمزلين تجدنا مولاية المدية الوقت معك يعني يمشي نشوفوا ببعض الشهادات ونختم الحلقة مباشرة حلقنا عليهم شهاداتك المهنية هذه شهادة في تقديره عرفة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية في الجلفة نعم الجماعة الجلفة نشوفوا شهادة أخرى مؤسس صفحة فيسبوك باسمها خادم المعرفة نعم هدية كذلك شكرا لتقدير نعم في تونو من تونس إنجح الدورة تكوينية الثانية نعم شوفوا شهادة أخرى هذه في نادي المميزين نعم وين في ودسوف في ودسوف نعم تحية الناس ودسوف هذه هناك الرملي وزير المجاهدين نعم فلا عندك تكريم كذلك في وزارة المجاهدين وهذا تكريم آخر أغواط جمعات الأغواط في ولاية الأغواط يعني في مختلف الولايات حتى في تونس حتى ربما في دول أخرى نعم هذه بعض الشهادات فقط وليست كلها نعم هذه كذلك في في تونس تقدرناها في شرشة نعم وهذه شهادة تكريم صاحب حالة معدلة مستوى الجميع تخصص تائي فلا ما شاء الله إذن شهادت كثيرة موجودة هذه في العراق هذه في العراق إذن بهذا نختم هذه الحلقة مشاهدينا يعطيك صحة بن عيسا قرمزلي أنت صاحب مكتبة خادم العلم والمعرفة أتمنى ترجع صفحتها تسترجعها على الفيسبوك كذلك أتمنى لك التوفيق وأن مشاهد هذه المكتبة نشترك فيها جميعا حتى نثري أفكارنا ونزيد من معارفنا العلمية شكرا لكم مشاهدين على متابعتنا هذه الصبيحة تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك وكذلك عبر وتواصلوا معي بكتبة اسم على مواقع التواصل الاجتماعي تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق والتقم العامل مع هذا الصباح وعلى رأسهم المخرج محيطي سلام